السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة نجدون مقدمات قصة السكري ما بتبدأ بيوم وليلة ما في حدا بيصحى الصبح وبيلاقي حاله مريض سكري الرحلة بتبدأ بهدوء بخطوات صغيرة يمكن ما نحس فيها مرحلة اسمها ما قبل السكري الجسم بعده عم يحاول يقاوم لكن الإشارات الخفية بدأت تظهر سكر صيامي عم يرتفع شوي شوي والسكر التراكمي بين 5.7 و 6.4 هون بيكون الخطر ساكت لكن موجود تسأل حالك ليش هيك صار الجواب ببساطة مقاومة الإنسولين الخلايا صارت عنيدة ما عم تفتح بوابها للإنسولين بيرتفع الإنسولين بالدم وبدل ما يساعد بيزيد الطين بله الجسم بيتعب والدهون بتتراكم والطاقة بتخف وإذا بدي خبرك بصراحة الوجبات السريعة المعجنات الخبز الأبيض العصائر الحلويات كلها عم تشتغل ضدنا كلك متسكر مكرر كأنك عم تدق مسمار جديد بنعش الإنسولين والمشكلة أنه الناس بتقول يا أخي قطع دياته صغيرة ما بتعمل شيء بس الحقيقة أنه التأثير تراكمي ومدمر وما بكفي الأكل نمط حياتنا صار كارثة بحد ذاتها سهر، توتر، شغل مكتبي، قلة حركة، تدخين كل هالعوامل بتخربط الهرمونات وبتعطل الجسم من جواته الشحوم بتتراكم حول البطن والنوم بيصير تعب والمزاج بيتقلب وبيبدأ الجسم ينهار ببطء وبصمت هاي مو مرحلة عابرة هي تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى وكمان ناقوس خطر من جسمك ياب تسمع وبتتغير ياب تكمل بالطريق نحو المرض لما يوصل السكر التراكمي لخمسة فاصلة سبعة لازم توقف وتقول لنفسك في شيء مطبيعي هون الجسد عم يبعت أول نداء استغاثي عم يخبرك أنه نظام ضبط السكر عندك بدأ يختل وإذا تجاوز 6.4 فالمعركة دخلت مرحلة جديدة اسمها السكري من النوع الثاني لكن بين هالرقمين في فرصة ذهبية فرصة تنقذ فيها نفسك قبل فوات الأوان وقبل هالأرقام فيه إشارات وعلامات أوضح من أي تحليل تظهر عندك تعب مزمين بدون سبب نعاس بعد الأكل جوع غريب حتى بعد وجبة دسمة زيادة وزن خاصة حول البطن صداع متكرر ضغط مرتفع شوي وأحياناً بتلاهظ اسميرار خفيف بالرقبة أو تحت الأبط هاي مو تفاصيل بسيطة هاي لغة الجسم عم تقول وتخبرك انتبه في مقاومة إنسولين عم تتشكل لكن أغلب الناس بيتجاهلوا وبيكملوا عادي ومع الوقت السكر الصيامي بيطلع فوق 126 والسكر التراكمي بيتجاوز الستة فاص لخمسة هون بتبدأ المصيبة الأوعية الدموية الدقيقة بتبدأ تتلاف والأعصاب تتعب لكن الخطر الأكبر إنه المريض ما بيحس بشي وهذا أمر خطير جداً السكري بيشتغل بيهدوء بيسرق صحتك بدون ما تشعر وما بتكتشف هالشي إلا لما يصير الضرر كبير وبتسأل حالك ليش البعض بينحضر وبيتراجع بسرعة الجواب واضح كربوهايدريت مكررة قلة حركة توتر سهر فتخين كحول ونمط حياة بعيد كل البعد عن التوازن والخطأ القاتل إنه المرضى بيظنوا إنه الحبوب أو الإنسولين لحالهم كافين لكن الحقيقة دواء السكري بيضبط الأرقام وما بيش في السبب وهون بتبدأ الشجاعة الحقيقية الشجاعة مو إنك تتقبل المرض الشجاعة إنك توقف وتقول خلاص بدي يعيش بطريقة مختلفة تمشي نام بكير تترك السكر المكرر وتسمع لجسدك قبل ما يصرخ ويستغيث الخطأ القاتل اللي بيوقع في أغلب المرضى إنهم بياهدوا دواء السكري بانتظام وبيفكروا إنه هيك الأمور تحت السيطرة لكن الحقيقة الدواء بيضبط الرقم مو المرض لأنه المشكلة مو فقط بسكر الدن المشكلة بالضرر اللي عم يصير داخل الأوعية والأعضاء إذا ما غيرت أكلك ونمط حياتك فالأرقام المقبولة والحلوة بالتحليل ما رح تحميك من الكارثة اللي عم تتحضر وتكبر بصمت وأول هالكوارث للأسف بتر الأطراف القصة بتبدأ بيخدش صغير أو جرح بسيط والمريض ما بيحس فيه لأنه الأعصاب متأذية مع ضعف الدورة الدموية الجرح ما بيطيب بيتلوث وبيتحول لقرحة وبعدها لبتر مؤلم الوقاية بسيطة راقب قدميك يوميا انتبه لنوع الحذاء لا تمشي حافي واهتم بالتهوية والأصعب من بتر الأطراف هو العمل أكيد ما بتعرف أنه السكري هو السبب الأول للعمل مقتسب عالميا والمشكلة أنه الضرر بيبدأ بصمتام الشعيرات الدقيقة داخل شبكية العين بتتلف ببطء والمريض ما بيحس بشي لحد ما تصير الرؤية ضبابية وساعتها بيكون فات الأوان لذلك الفحص الدوري للشبكية كل ست أشهر هو إنذار مبكر ممكن ينقذ بصرك هون بيجي دور الفحصات الدورية ما بيكفي تروح تفحص نظر عند محل نظارات لأنه المشكلة مو بالقرنية ولا بالعدسة المشكلة بالشبكية من جوا لازم تعمل فحص شبكية كامل عن طبيب العيون الأخصائي كل ست شهور أما الكلا فبتنهار بصمت الشعيرات الدقيقة بالكليتين بتتلف مع الوقت والمريض ما بيعرف إلا لما يوصل لمرحلة غسيل الكلا كل اللي محتاجه فحص كرياتيني نبقل ست شهور والزلال بالإضافة إلى ضغط الدم والإلكتراليتات كلها فحوص بسيطة لكن منقذة للحياة أما التهاب الأعصاب السكري اللي بيخلي الليل جحيم من الألم حرقة وخدر ولسعات كهربائية بالأقدام وجع بيخليك تكره النوم وتكره الحياة لكن صدقني كل هالمقاسي كان ممكن تتجنبها من قرار واحد صغير إنك تبدأ تعتني لحالك بجد لكل مريض سكري عم يسأل إنت لازم ابدأ واتحرك الجواب بسيط يا صديقي الإنقاذة بيبدأ أول ما تبدأ تراقب حالك بوعي من اليوم كل صباح افحص سكر الدم وكل ثلاث أشهر شوف السكر التراكم لا تترك الأرقام تمر هيك بالاهتمام لأنه أول خطوة للنجاة هي إنك تعرف وين واقف غير نمط أكلك قلل النشويات زيد البروتين والخضار وامشي كل يوم حتى لو عشرين دقيقة نام منيح وهدي بالك خفف توتر لأنه الضغط النفسي لحاله بيرفع السكر جسمك مهيئ للتعافي لكن بده منك دعم وحتى لو حسيت إنك وصلت لمرحلة متأخرة بالمرض صدقني الأمل ما بيموت تذكر دائما الأمل ما بيموت كل الخلية فيك جاهزة تسمعك لو قررت تبدأ من جديد اللي بتعمله اليوم ممكن يحمي بصرك وأطرافك وكلتك لا تنتظر الألم يوقظك لأن الألم وقتها ما بيكون تهذير بيكون نتيجة القرار بين إيديك السكري ما بيقتل بسرعة لكن بيخطف حياتك شوي شوي اختار الوعي بدل الندم والحياة بدل الألم ما في أصعب من أنك تعيش بلا بصر أو تمشي بلا أطراف أو تنام وأنت عم تفكر ببكرة موعد غسيل الكلية احمي حالك اليوم لأنه بكرة ما بينتظر أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر الزوجتي الفاضي للدكتور أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطنة والغداد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر تبوا بالتعليقات الاسم وفي عبالة تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخيط عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته